قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عناوين أخبار اليوم المنتخب المغربي للفتصال يهزم إيران ويتوج بطلا لكأس القارات الدولية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار توج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة اليوم الجمعة بلقب كأس القارات بعد تغلبه على نظره المنتخب الإيراني بنتيجة أربعة لثلاثة في المباراة النهائية وانطلقت مجرية المواجهة على وقع ندية كبيرة بين عناصر الطرفين قبل أن يتمكن المنتخب المغربي من افتتاح النتج بهدف السبق عن طريق اللاعب يوسف جواد من ركلة ركنية فيما نجح رفيقه خالد بوزيد في تعزيز النتيجة بإحراز الهدف الثاني للمنتخب المغربي عبر تسديدة قوية مباشرة من كرة تهزم بها دفاع وحارس المنتخب الإيراني وكان المنتخب المغربي قريبا من تعزيز النتيجة بهدف ثالث خلال أطوار الدقائق الأربعة الأخيرة من الجولة الأولى حيث اتيحت للعناصر الوطنية كرات هجومية كانت سانحة للتهديف خصوصا عن طريق كل من عبداللطفاتي ويوسف جواد والسفيان مسرر ومع بداية مجرية الجولة الثانية تبادل عناصر الطرفين بعد مناورات التهديف كما ظهر بعض الارتباك على عناصر المنتخب المغربي الشيء الذي استغله المنتخب الإيراني ليسجل الهدف الأول بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزائي للمنتخب الإيراني بعد دقيقتين من ذلك نجح اللاعب الحسين طالب في ترجمتها إلى هدف تعديل النتيجة وفوت اللاعب أنس العيان فرصة سانحة للتهديف قبل ست دقائق من نهاية مجرية المواجهة تحسرت كل مكونة المنتخب المغربي على ضياعها وقبل دقيقتين من نهاية الوقت القانوني للمباراة تمكن المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الثالث عن طريق اللاعب إسماعيل والدوح غير أن العناصر الوطنية لم تحافظ على هذا التقدم بعد تلقي هدف التعادل قبل توانين من نهاية المباراة لتتواصل مجرياتها إلى الأشواط الإضافية وقبل توانين من انتهاء أطوار الشوط الإضافية الثانية تمكن المنتخب المغربي من اقتناص هدف الفوز عن طريق اللاعب يوسف جواد ليقود بذلك أصود القاعة إلى التتوجي بكأس القارات 2022